بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثامن والأخير من الدرس الأول في الوحدة الثانية نكمل مسائل عامة على المحددات المطلوب إثبات أن قيمة هذا المحدد تساوي x تربيع زائد bx زائد c يمكننا فك هذا المحدد بأي صف أو أي عمود ولا ننسى قاعدة الإشارات موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب فيمكن فكه مثلا بالعمود الأول فقيمة هذا المحدد تساوي العنصر x ما إشارته موجبة في المحدد الصغير لو حذفنا الصف الأول والعمود الأول تبقى x بسالب واحد a ناقص العنصر الثاني هنا هو سالب واحد فسالب وإشارته هنا سالبة سالب واحد في سالب واحد والمحدد المتبقي هو حسف الصف والعمود 0c سالب واحد a والجزء الأخير هو سفر هذا العنصر سفر فلا داعي لكتابة المحدد المتبقي معه هنا x القطر رئيسي x a a x ناقص سالب b في سالب موجب سالب في سالب موجب واحد صفر في a بصفر ناقص ناقص c في ناقص موجب سي هذا يساوي ax تربيع زائد bx زائد c وهي الصيغة العامة للمعادلة التربيعية الآن evaluate the determinant of the following matrices المطلوب حساب قيمة محددات هذه المصفوفات المصفوفة الأولى معنا لو لاحظنا أنها مصفوفة مثلثة سفلية فكل العناصر فوق الكتر الرئيسي عبارة عن أصفار فقيمة محددها هي حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي صفر في اثنين في ثلاثة في تمانية بالطبع صفر في أي شيء يساوي صفر المصفوفة الثانية أيضا هي مصفوفة مثلثة سفلية أيضا فحاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي يعطي قيمة محددها سالب ثلاثة في اثنين في سالب واحد في موجب ثلاثة سالب سالب موجب تسعة في اثنين في طمانتاشر سالب موجب تسعة في اثنين في طمانتاشر